شيء آخر بيستخدمه الاستهزاء الاستهزاء هو التقليل والتحطير من الشخص مما يسبب الخوف وعدم الأمان يعني واحد دايما في الزواج بتقول ليش في مشاكل وأنا حاسس انسيكوريتي عدم الأمان ما عنديش أمان عندي الإحساس خلاص بصغر النفس أحباء الاستهزاء والسخرية أو التعيير للشريك يعني اللي بعيرها بعير أمها بعير عيلتها بعير أخوها انت متزوج مرتك اتركك من أخوها أو أمها أو ابن عمها أو إذا عنده مشكلة أو مشاكل انت تركز على زواجك فالاستهزاء بقود إلى التعيير أحبائي وهذا هو سلاح شيطاني مدمر بسبب الكراهية والعداء والنفور والغضب والمرارة والشكوك حتى ينهار الشخص ويتحطم كم من الناس اللي انهارت بس من الكلام اللي فيه تقليل وفيه سخرية وفيه استهزاء الشخص بيشعر يعني أحد الطرفين كأنه لا قيمة له يعني الحيوان صار يعني صار يحس أنه قيمته أحسن فأنا عاوز أشجعك اليوم استمر نتشجع نفسك بكلمات كتابية وأيضا شريك أو شريكة حياتك أحط نفسك خلي حواليك دايما مجموعة روحية ترجمة نانسي قنقر